بسم الله السلام ورسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم من فن عبدات من قناة كيك موضوع اليوم أندرويد ديفايس مانيجر هذا تطبيق عبارة عن صفحة موجودة أو مطورة بواسطة جوجل على المتصفح وأيضا تطبيق متوفر على جهازك الأندرويد طبعا عندما تشتري الجهاز لن يكون مسبق تثبيت ولا بد أن تذهب إلى جوجل بلاي وتقوم بتحميل التطبيق هذا أهم تطبيق يجب عليك تثبيته بعد شراء أي هاتف أندرويد ادخل إلى جوجل بلاي الخاص فيك ابحث عن أندرويد ديفايس مانيجر والذي تم تغييره إلى فند ماي ديفايس التطبيق من تطوير شركة جوجل والتطبيق مهم جدا 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 يجب أن يكون في كل هاتف أندرويد والمفترض من جوجل أنه يكون التطبيق مثبت مسبقا من خلال الدخول إلى المتصفح وهذه الطريقة الأفضل من خلال الدخول إلى أي متصفح في العالم من أي مكان يعني في العالم من خلال حسابك في جوجل بلاي تضع نفس الإيميل الموجود في هاتفك وستظهر لك هذه القائمة طبعا بعد تثبيت البرنامج ستظهر لك هذه القائمة خريطة أين مكان جهازك بالتفصيل الممل ومعلومات عن جهازك كآخر ظهور يعني كل شيء تقريبا تريد معرفة وبإمكانك تشغيل الصوت هذه تفيدك إذا كان الجهاز يعني مفقود في داخل المنزل الخيار الثاني وهو القفل هذه تفيدك أنه مثلا لو تركت الجهاز في تكسي أو في مطعم مثلا بإمكانك إرسال رسالة أنا فلان الفلاني وهذا الهاتف خاص بي وتضع رقم هاتفك في الأسفل ستظهر هذه الرسالة على شاشة القفل وسيتمكن من الاتصال إليك ومن ثم تتمكن أنت من استرداد الهاتف الطريقة الأخيرة هي محول بيانات هذه الطريقة يعني الحل الأخير إذا لم تستطع الوصول إلى هاتفك حتى لا يستفيد من صرق الهاتف أو من أخذ الهاتف بالتأكيد هاتفك سيكون به الصور وفيديو وما إلى خيره مهمة لك وأسماء فتحذف كل الداتا عن بعد فبالتالي لن يستطيع الاستفادة منه ملاحظة أخرى أنه في داخل البرنامج من الجهاز الخاص فيك لن يستطيع أن يحذف الداتا يعني حتى إذا كان الجهاز معاه ومفتوح أنت ما حطيت رقم سري فما بيمكنه مسح البيانات من خلال الهاتف فهذه الطريقة مفيدة جدا وأتمنى تكونوا استفدتم من الشرح البرنامج هذا أهم برنامج في وجهة نظري في أي جهاز أندرويد أتمنى الكل يقوم بتثبيت هذا البرنامج أخوكم وثنى عبدات من قناة Geek السلام عليكم ورحمة الله وبركاته